دخلنا المعبد هذه الأصنام والأوثان التي يجتبعون عليها ويقدمون لها القرابين والخمور الشيطان ألبسه قرونا أو الصنم ألبسه قرونا يتلاعب بهم الشيطان تلاعب غريب جدا الآن نحن سنبدأ معهم موعظة وعلى التوحيد واتباع الرسل يا قلاء يجب أن تتخلصوا من هذا الشر وتعبدوا الله عز وجل وحده وتكونوا من أهل التقوى وأن توحدوا الله عز وجل أما الشيطان ما زال يتلعب بكم وأنتم شباب عليكم سيمة الثقافة آن الأوان أن توحدوا الله وتصيروا من أهل الإسلام من أهل النظافة فتركوا هذه الأشياء ما هذا منذ قمر وغطين ومصنوع البائدين فالعاقل لا يفعل هذا ترجم يا مصدقى نعم 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 هل أحد منكم يقدر أن يظل في النار خالداً فيها؟ لا يقوى أحد على ذلك وأما من عبد الله وحده يدخله جنة فيها جميع ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من المتع وفوق ذلك رؤية هذا الإله العظيم الذي فوق السماوات فانظروا إلى أخوانكم من أل القرية جاءوا أيضاً معنا حتى نأخذ مع يديكم من البدرة ماذا قالوا؟ قالوا بذلنا تبارك وتعالى يتركون عن إبارة أسنام لكن الله أكبر انتظر يعني خالق سنترك الأسنام نعم ستركون أسنام الله أكبر ما شاء الله تبارك وتعالى لكن هذا يقول عنده كلمة ما هي الكلمة؟ 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 هذا يقول مدام الذين في الخارج كلهم أسلمون هم أيضاً والذين كانوا في الباب يسلمون معنا ولكن بشرط هم يريدون نحن نقول لهم يسلمون ويقوم بإبارة الله ولكن ليس لهم مسجد في هذه الكارية نخرج لتكسر هذه الأسياء وينطقون شهادة الإسلام في الخارج الشباب الذين كانوا يعبدون الأصنام بالداخل خرجوا بأصنامهم وجاءوا بالأصنام والأوثار الحمد لله جاءوا وخرجوا بأصنامهم وأوثارهم يخلعون لباس الشرك جاء أسأل الشباب بأصنامهم راضون راغبون في الإسلام والتوحيد فأخبرهم أن ينطقوا الشهادة مرة أخرى أشهدوا أشهدوا ألا لا إله وقد انقشع عنكم ضلال الشرك والوثنية فأنا أريد منكم أن تكسروا هذه الأصنام بأيدي كلهم ذلك لا لا حتى يعلم الله أنه ليسوا أخبرهم شيء الله أفضل الله أفضل الله أفضل الحمد لله هل أضرتنا في شيء؟ لا 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 إنه تين حتى ليس حجرة يبقى الواجب ينفع ذهب الشرك والحمد لله نعم وهذا خير يوم انطلعت فيه الشمس عليكم الحقيقة حيث رغبتم في الهدى وأسلمتم وكسرتم هذه الأصنام بالثبات على الهدى متاسع والله مطبيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته